مساء الخير البيوت أسرار ومن أهم أسرار البيوت أننا مهما اختلفنا أو اتخصمنا نخلي خلافاتنا جوا البيت ونطلعهاش لحد برا مهما كان هو مين بس أسماء بطلق قصة حقيقية النهاردة اكتشفت أن جزها بيطلع أسرارها برا البيت عادي جدا وبيحكيها لكل اللي حواليه لما واجهته باللي عمله قال لها أغرب إجابة ممكن تتقال في موقف زي ده قال لها أنا ما قلتش حاجة الجنية اللي علي هي اللي قالت طب يعني إيه الكلام ده طب في حاجة أسمع كده تعالوا نشوف أسماء بعدها تقول لنا إيه اسمي أسماء وعندي 26 سنة عايشة في مدينة الفيوم وتعلمت تعليم جامعي أزهري أثناء الدراسة كنت برفض أي حد يتقدملي عشان ما نشغلش بأي حاجة وبقى متفرغة للدراسة وبس والحمد لله اتخرجت بتقدير عام جيد جدا وعملت ديبلوما تربوية كمان اتخطبت السنة اللي فاتت خمس شهور واتجوزت في نفس السنة جواز صالونات وكان سني وقتها 25 سنة هو كان عنده 33 سنة ومع معهد خدمة اجتماعية وبيشتغل في شركة توزيع أدوية وسألنا عليه كويس وعرفنا ان هو وأهله ناس كويسين جدا وفقنا على كل الاتفاقات سهلنا عليهم الأمور جدا ومشينا بمبدأ خدوهم فقرة يغنيهم الله وطلبنا منه دهب قليل ومؤخر قليل قال لنا انا هنشيل قطين بس قط النوم وقط الصالون ومش هقدر أجيب قطة أطفال ولا قط الصفرة قلنا مش مهم هنجيب ترابيزة صغيرة ناكل عليها ونحط الكرسين بلاستيك وقط الأطفال لما يبقى يجي الأطفال ربنا يسهلها قال لنا مش هقدر أجيب شقة في الفيوم وعندي شقة في بيت أبويا هتجاوز فيها وكانت في بلد من الأرياف وقلنا له ما فيش مشكل وفرنا له كتير قوي وفي فترة الخطوبة ما كنتش بطلب منه حاجة نهائي ولا هدايا ولا مواسم ولا 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 وهو ما كانش بيجيب حاجة من نفسه غير كيس الفكهة اللي كان بيجيبه لما كان يزورنا في فترة الخطوبة اللي هم كانوا خمس زيارات في الخمس شهر خطوبة بعد الجواز بدأت المفاجئات ليلة الدخلة قضها عياط ونكد لما أهلوا طلعوا في الصباحية عشان يتطمنوا علينا لقوا بيعياط رحوا كلهم عياطين معاه وانا بقيت وقفة في زهول مش فهم حاجة ابوه قال انت أكيد يا ابني مربوط انا هجيب لكم شيخ بالفعل جاب لنا شيخ واعد يقرأ علينا وكتب لنا على تعليمات نعملها زي اننا نختسل بمية مقرؤ عليها قرآن نرش في أركان الشقة كمان لما سألني هتقولي لأهلك ايه لما يجو قلتلهم ما تقلقش أنا هقف جنبك ومش هجيب سيرة الأهلي عن أي حاجة وفعلا أهلي جوم يزورونا تالت يوم تالت يوم جواز لما سألوني قلتلهم كل حاجة تمام وفضلنا ماشيين أنا وهو على التعليمات بتاعت الشيخ لمدة أسبوع بس للأسف فضل زي ما هو كان عنده رهاب أنه يقرب مني أصلا فضلت عايشة معاه بنت بنوت ست شهور والغريبة أنه عيرني على الرغم من أنه مشكلة منه وجاب العيب فيه فأنا طبعاً اتضيقت وانهرت من العياط لحد ما أخدني عند الدكتورة دكتورة أمراض نسا عشان تعمل اللي هو فشل فيه اتفق معي ما جيبش سيرة لحد من أهلي ولا من أهله بل اللي حصل عند الدكتورة وانه وفقته وسترت عليه وكبرته قدام أهلي وقدام أهله وكان كلما يقرب مني ويفشل يعطي عايط ورغم كده كنت بطبطب عليه واستحملته كتير كلما أهلي كانوا يسألوني عاملين إيه أقول لهم تمام وزي الفل كنت دايماً وقفة في ظهره لكن الأسف هو ما كانش عايز كده كان عايز الموضوع ينتهي بأي شكل عشان الإحراج اللي كان بيتعرض لي كلما يقرب مني كان كل شوية ينكد علي من غير سبب يفضل يتلكك على حاجات تفهى عشان يكرهني في العيشة وأطلب أنا الطلاء لحد ما حصل حمل بمعجزة بعد توجيهات ومساعدات الدكتورة اللي كنا بنروح لها وكانت مساعداتها يا دوب كافية إنه يحصل حمل بس بس برضو كان زي ما هو مريض وعنده مشاكل وأول ما أهله عارفه إني حامل في بنت زعله جداً لدرجة إن أبوه ما كانش بيرد علي السلام وغير معاملته معايا وقال لي كان نفسي في ولد يكون ظهر وسند كان كل شوية عيرني بالعيشة معايا ويقول لي أنت في نعمة غيرك بتتشتم وتتضرب والدليل على كده شوفي أمك بيحصل فيها إيه وجارتنا فلانا وفلانا وكان بيحسسني إن أنا دايما نعيب أعليه عشان أنا مش بشتغل كل شوية يقول لي أبويا كان عايزني أتجوز واحدة بتشتغل زي مراتات إخواتي شايف أخواتي عايشين إزاي على الرغم من أني كنت يعني مقدرة ظروفه وحالته المادية ورادية بيها ويشهد ربنا إن مفيش مرة طلبت منه حاجة فوق طاقته مع إنك كان بيبقى نفسي في حاجات كتير قوي ما كنتش بقوله عشان ما يحسش بالزمن أو إنه مقصر معي تخيالي يا سالي متخيلا طبيعي إن أي واحدة بتغير هدومها قبل النوم وتلبس حاجة رياحة في النوم مش هتنام بالهدوم اللي كانت وقفة بيها في المطبخ لما كنت عامل كده وغير هدومي قبل ما نام كان يقولي أنت عايزة مني إيه كان في بعض الأحيان بيطلب مني إن ألبس عباية سودة وطرحة سودة وأنام بيهم وده طبعا كان بيبقى ضد رغبتي مع ذلك كنت بسمع الكلام وعشان أرضي ما يزعلش مني ولما أنا أقوله مش هتروح تتعالج كان يرفض بشدة ويعلي صوته علي ديش حاجة أنا كده ومش هتغير عجبك عجبك مش عجبك كل واحد يروح لحاله بقى ده غير مشاكل تانية بتتعلق بالنظافة الشخصية زي إنه كان بيحب يأكل بصل كتير وكل ما يقرب مني بحس إنه يغم علي طلبت منه كزا مرة بطريقة كويسة إنه يخسل سنانه بالفرشة والمعجون بس كان بيرفض تماما ولما رحت اشتريت له فرشة ومعجون رفض إنه يستعملهم ومن أكتر الحاجات اللي كانت بتضيقني إنه كان بيبص على ستة بر ولما بنروح شقتنا كان بيقعد يضيقني بالكلام ويقولي كان نفسي شكلك يبقى زي شكلهم والأمور بيننا فضلت تسوق وتكبر كل شوية خصوصا إنه أبوه وأمه واخواته كل شوية كانوا بيشكروا فيه سواء قدامنا أو من ورانا كانوا كل شوية يقولوا يا بختك مراتك دي أنت محظوظ بيها أنا ما كنتش عارف إنه هو من النوع اللي بيغير وفضلت الغيرة دي تجبر 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 لحد ما وصلت لكراهية من ناحيتي فيعمل إيه بقى يعيش معايا بوشين يتحك في وشي ويعملني عادي ومن ورايا يشوي صورتي قدام أهله ويقول عليها كلام ما حصلش لحد ما عمل فتنة كبيرة بني وبين أبوه وأمه وأخواته الرجالة عشان مش متحمل إنه بقى كويس هو عنده مشاكل وخلاهم كرهوني بالكذب وليفترة فاحلفت لهم على المصحف إني ما قلتش الكلام ده وقلت له احلف على المصحف احلف إن الكلام اللي قلته على الثاني ده طلع مني فامتنع عن الحلفان عشان عارف إنه كذاب ده غير إنه طلع أسرار قبط النوم بعد ما سبت البيته ومشيت واتكلم عن حاجات خاصة بي وميصحش تتقال قدام أبوه وأمه وأخواته بعدين رجع يقول لي مش أنا اللي تكلمت دي الجنية اللي علي هي اللي تكلمت وفي الحقيقة هو عمل كده عشان ينتقم مني لإني اتكلمت عن مشكلته وقلت لأهلي وأهله عن دكتورة أمراض النساء اللي رحنا لها وحكيت لهم كمان إنه كان عامل جامعية بعشر تلاف جنيه من وراهم فهو ما لقاش حاجة ينتقم بيها مني عشان اتكلمت عن كل ده غير إنه يطلع أسرار قبط النوم قدام أهله ودلوقتي أنا قاعدة في بيت بابا من شهر مايه اللي فات وهو مش عايز يبعط لي مصاريف عشان العلاج اللي باخده وأنا حامل والكشف والمتابعات فرفعت عليه قضية نفقة زوجية وأول ما وصله الإعلان من المحكمة بالنفقة فهو رفع علي قضية إنذار طاعة عشان يسقط النفقة من عليه دلوقتي أنا عايز أخلص منه لإني مش قادر أكمل معاه أنا قلت الأهلي وأهله أنا مش قادر أكمل حياتي معاه شانده مريض نفسي وما يتعشرش ولما قلت كده أهله زعله قولولي أعمل إيه من حد هنا خلصت بقى إيه رسالة أسماء رسالة صادمة غريبة جدا من أغرب الرسائل اللي جات لنا هنا في قصة حقيقية مش عارف مش عارف العيب في مين ومبسوطة إن احنا منتكلم في الكلام ده مبسوطة إن احنا منتكلم فيه بمنتهى الأدب والاحترام والموضوعية والحيادية اللي هننحاز لحد على قصات حد يعني لقصات حد أو إن احنا نفكر إن احنا نخرج برة الإطار الاجتماعي في البرنامج بس بتحصل كتير مش عنا سكوت تاني العيب في مين على الزوج اللي حياته مليانة كدب واتهامات وغيرة ولا على بطل القصة حقيقية النهاردة أسماء تستحملت بزيادة صح بدرجة إن أنا حتى وانا عمالة أقرأ رسالتها فيه كام تفصيلة كده عادت أقول يا بنتي كام بنت أصلا ممكن تصبر وتستحمل وتمر بلايه مارد بيدا عشان الناس هيقولوا إيه إحنا ينفع نتكلم في الحاجات دي ينفع نقول كده ينفع نتكلم على الناس كده فنتدمر إحنا طب فيه حاجة اسمها إن الزوج يوقع بين مراته وأهله عشان غيران طب فيه حاجة اسمها إنه يطلع أدق التفاصيل وخصوصية جدا تكلم عليها في ظهري قدام أهلك تقول الكلام ده ويقول لك أصل الجنية اللي عليها اللي قالت مش هو طب فيه حاجة اسمها كده طب معقول واحدة صبرت معاك واستحملت وكان بتاخدك في حضنها وإنت بتعايت جدعة يبقى دين هايتها طب الطفلة بقى اللي في بطنها ده زنبه إيه بتاخدوا تعليمات من الدكتورة على إيه يا دوبك نخلف تخلف إليه إنت كمان طب وإنت بشتشي المسؤولية كل بيحصل ده وطفلة مجاش أصلا مفروض كانت تحمل يا طرى بقى بعد الكل ده هتستحمل وترجع عشان ابنها عشان المجتمع ما يقولش مطلقة عشان الطفل يتربى تربية سويا هي هتتعب طب الزوج ده هيسكت بعد ما طلبها في بيت الطع حكاية عمالة تكبر أسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل قصة النهاردة عن الشخص اللي ممكن يكون في عيوب كتير عامل له أزمة نفسية في حياته محسساته للوقت بالنقص وبدل ما يحاول إنه يلاقي حل عشان يبقى عنده ثقة في نفسه بيحاول يلزقها فأقرب الناس ليه زي جزء أسماء اللي عنده مشكلة مش قادر يمارس حياته الزوجية بشكل طبيعي ولإنه حاسس بالنقص ده بدأ يعمل مراته وحش قوي بدأ يشوه صورتها قدام ممتوه بابا والأسوأ إنه بيطلع أسرار قط النوم برا لما مراته سألته إزاي تقول الكلام ده قال لها مش أنا أصل الجنية اللي علي هي اللي قالت الكلام ده ده مش أنا ودلوقتي أسماء في بيت أهلها وحامل وجوزها مش عايز يبعط لها مصاريف الحمل والعلاج وهي مش عارفة تعمل إيه وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل إيه إزايك يا دكتور إزايك يا سيدي أخبرك إيه كله تمام الحمد لله الدكتور الحنين رزق طلبك بالإسم أسماء طلبك إنت اللي تحل مشكلتها بالإسم الحمد لله ما شاء الله هم بارك والله ربنا يحميك الحمد لله ولي بقى نعم لي بقى يعني هما ليه قبل ما يتجوزوا عندهم مشاكل ما بيقولوش حاجة صعبة للأسف الشديد طب ما تقول أو بمعنى تاني طب ما تبدأ تدور على طرق العلاج فهو بيخاف أنه تخلع لو قال مش قصة تخلع هو أكيد أي راجل قبل ما يخش بيتجوز بيكون عارف نفسه أنه هو سليم جنسي أو مسليم جنسي صح؟ طيب أنا كراجل والمفروض أنه دي حاجة ربنا يدهيلي عشان خاطر أستمتع بيها في حياة زوجيها سوي ده سكن آه طبعا سكينة وموادة ورحمة اللي يخليني أن أنا أأثر في حق نفسي وما تعليكش صح وما أنا متجوز ليه منظر اجتماعي قدام الناس جاي بعروسة وفرشت بيت وقالوا أن الفلان الفلان تجوز طيب ما أنت أبسط حول زوجة اللي موجودة معاك أنت مش بتدهالها أو عشان ما يقولوش ده معيوب فجوزنا مش قصة برضو معيوب أنا لازم أفكر في حلول أنت دلوقتي إحنا عندنا في بدايات المشكلة في حاجة خطيرة جد البنت دي قعدت فترة 6 شهور بنت زي ما هي بدون أي شيء بيحصل وفي ناس أكتر من كده في ناس بتوصل سنة وناس بتوصل سنتين أنا مش شافة الناس دي بتتجوز ليه الناس دي بتتجوز عشان خاطر تطلع العقد النقص اللي موجودة عندها ربنا يا عواضة بيحصل زي ما احنا بصي وفي حاجة دايماً البنت إيه اللي بتبقى أصيلة ومتربية كده وبنت ناس وبتاع فبتقولك إيه أنا لقيت مشكلة في العلاقة مع جوزي أستحمله ووقف جنبه وسنده ده صح ولا لأ هو في البداية صح ما فيش مشكلة طب ما هيجي علي أنا يا دكتور ما هو ابتدى بعد كده هيجي عليها بعد إزاي ست شهور محصلش علاقة طيب والبنت كت مكتمة الموضوع ما بتتكلمش كنا أن هي تقعد فترة ست شهور بدون الوصول إلى حلول هي ظلمة نفسها وبدون ما بتعرف أهلها ووهمت أهلها ما استشارتش حتى ما استشارت وقالت الأهلها كمان إن أنا خلاص قال موضوع زي الفل وإن إحنا حاجة كويسة هي ما حسستش الشخص اللي موجود معاها إن هو عنده مشكلة أنا كده ما وصلتش الإحساس إن أنت عندك مشكلة فسقف الموضوع آه يعني لازم وقف لا ما هو لازم وقفة بص أقولك حاجة يا سالي أنا مش مع البنت اللي تحكي لأهلها على كل التفاصيل يعني في تفاصيل مش كل كلمة تحكيها لأهلك ليك حياتك بقى الزوجية واستقل لكده وزي الفل بس ده أساس أي جواز ولكن في بعض المشاكل اللي بتقابل البنات لو معرفتش أهلها بيها البنت دي بتظلم نفسها نقول مشاكل خنائط عادية فلوس كالنا شريف معرفش حاجات بسيطة لكن إن أنا ده بقى حاجة زي دي إنه هو غير قادر على إسعادي أو غير قادر على إنه يقوم بواجباته الزوجية دي كارسة دي ما يتسكتش عليها ما ينفعش إن أنا أسكت عليها لأن البنت لما سكتت عليها هو عمل عليها إسقاط طبعا طبعا هو أشتغلها طبعا في بداية وإحنا مجتمعنا بيخاف خلي بالك يقول ده هيقول علي قلة الأدب هيقوله أنت بش بتعملي شرح ربنا يا بنت نظرة المجتمع بقى وما حطيني البنت في دايرة كده مقفولة شوي القصة كلها إنه هو عمل عليها إسقاط اشتغلها في الأول وقال لها أصلاك جنية وعليها جنية وجن وأفلام وحوارات طبعا هو بابا قال له يا ابني تلاقيك تكون مربوط معنا عندنا مشكلة خطيرة في الأرياف إيه بقى لما بيحصل مشكلة في البداية في العلاقة الزوجية من عند الزوج الناس بيش بتتاجه للعلم آه الناس بتتاجه إنه معمول العمل إنه مربوط إنه مربوط فبيبدأ يستعينه بشيخ طبعا أكيد الجنية اللي عليها دي الطلبة من هي تلبس هو مش عليها السودة اسمعيني هو مش عليها مين قال لك كده أنا فهمت مالبوط محنا بنحلل ابننا كويس مش نروح لدكتور ابننا مالبوط اسمعي بس هو مش مالبوط ولا عليها النية هو في الأول خالص لما البنت دخلت وتجوزت هو ما عملش أي شيء وما أقربش منها فلما البنت بتارت تسأله أنت فيه إيه قال لها أنا الجنية قالت لي ما أتقربش منها طيب حل في خافت هي البنت بقى بتارت إيه فابتدأ أهله يستعينه بشيخ ونبدأ بقى لا بس ثواني قبل ده كل هو قاعد يعيط وأهله قاعدوا يعيطه ليه ما هو عشان خطر هو يعني هو أوهامهم إنه هو عليه حاجة قال لهم إن أنا مقدرس يعني في حتة ما حكيتاش إنهما كلهم قاعدوا يتكلمه عشان كده بابا قال ده مربوط مربوط فابتدوا يستعينوا بمين بشيخ بس هو الموضوع مش رابط كبروا الحوار ورموا إن فيه حد عمله حاجة طب دي بتبقى الدكتور مين دكتور نفسية ولا دكتور تناسولية تناسولية زكورة أمراض زكورة يعني دي مش مشكلة نفسية برضو مالهاش فيه جزء يعني بيبقى الجزء النفسي فيها ضئيل شوية ما هي بتقول لك بقى كارهني عنده رهاب نوع يقرب لي طب دي مش رهاب نحلها كده ما هو معالكش المشكلة ما هي دلوقتي إيه المفروض إن هي بعد 6 شهر راحت لدكتورة عشان تتحول من بنت إلى زوجها تمام أنا مش عارفة إزاي عملت كده ما هو بقى ما هي هتعمل إيه أنا دم يفاير من أول مقاردة القصة هتعمل إيه المهم راحت عشان تستر وتلم الموضوع هو بقى معالكش نفسه طيب في إقامة الحياة الزوجية هو مش موجود طيب لما تيجي كأي بنت بتلبس لبسها في البيت عادي أو بتنام في قضيتها بيتها هو مش متقبل ده هو بقى متخيل إن هي لما بتيجي تلبس حاجة في بيتها أو نايم على سريرها إن هي بتطلب أو بتعمل عليه إسكوات إن أنت مش قادر تعمل الشيء ده هو بقى الناحية الثانية بتدى يتهمها لأ البسي مثلا عبايا صامرة وانت نايم البسي معرفش شو كان من أول ما يطلب منها كده كان لازم تيبقى فيه وقفة بجد والله كان لازم يبقى فيه وقفة البنتي دي ظلمت نفسها ظلمت نفسها يعني دي مش جدع يعني ثابت الفترة مش ضحية يعني المفروض أوه أنت تحملتي عنده مشكلة شهر شهرين ثلاثة أربعة يا ست بالكتير بس كنت لازم تنتبهي إن فيه مشكلة خطيرة وإن الشخص عندنا مشكلة تاني إن الشخص يا سالي مش معترف إنه هو مريض هو مش معترف هو الجنية اللي عليها لتلو أعمل كده هو مفيش جنية برضه ما تقولش كده دي اشتغالة مربوض دي اشتغالة وهو بيمارس عليها بعض الحياة الدفاعية وعمل عذر بقى إن أنا ملبوس وإن أنا عندي ظروف وهو المفروض أصلا كان يتجه لدكتور يعالج له المشكلة الجنسية دي عشان يقيم الحياة زوجي تفتكر الجنية كمان قايت له ما يغسلش سنانه ويقول بصل لأ ما دي حاجة بقى يعني النظافة الشخصية دي نطلبها ازاي بقى من دكتور نفسي هو يقول لنا أقول له ازاي استحمى اخسل سنينك اشيل مثلا دقنك خففة عشان بتشويقني بنقولها ازاي عشان ما يجيش يقولك دي بتضيقني دي بتكرخ لي وحشان هو طبعا في حاجة مشكلة شوية يعني الشخص اللي ما بيبقاش مهتم بنظافته الشخصية ده بيبقى تعود على كده من زمان من زمان قوي من قام كان طفل هو كده كان مهمل في نفسه مش بيهتموا حاجات كتير جد لما بتيجي تدخل في حياة جديدة انت المفروض ان انت شريك حياتك ده المفروض ان انت يعني يعني تبقى فألز حاجة عشان يبقى يحصل التوافق ما بينكم والانسجاب صح فأكيد لما شريك حياتك يعني هي بتطلب منك ان انت تغسل سناءك بفرشة مش بتطلب منك ان انت ترمي نفسك في البحر فالطبيعي ان انت أصلا قبل ما تطلب منك انت هتعمل ده في مشكلة خطيرة حيطة برضو في نظفته الشخصية على فكرة من احد الاسباب اللي بتوصل لطلاق لو فيه طرف من الاطراف ما انتبهش ان النظافة الشخصية مهمة جدا في الحياة الزوجية يعني مش هينفع نقولها نقول ايه نقوله تقوله تقوله بس هو فيه حاجة مش اخده بالك منها شخص اللي موجود معاه ده هو مش متقبل اي شيء للتعديل او ممكن يكون بيكرها فيه اكتر عايزة تطلب الطلاق فاعد ببصل وافضل قعدة لازق جم ايه لذوق ولو طلبت الطلاق هو الخسران ده البنت دي كده يبقى ربنا نجاهة على فكرة او الله لو هو عايز يوصلها للحتة دي ده البنت دي فعلا يبقى خرجت من جحيم لو هو فعلا دماغه ده طب ليه حاول يخليها تحمل حاول ايه يخليها تحمل يعني محاولات مع الدكتورة شكله قدام العيلة اه معقولة مش قاعد بقى في بيت عيلة وقدام البلد وانه هو بقى له سنة مثلا ولسه مفيش مثلا حمل ولسه مفيش اي شيء فلازم بقى عايزين نفرح بابنك ببنتك بالكلام اللي انت عارفاه بس الحمل طبعا جيت طبعا يعني يعتبر بطريقة هو هو معملش شيء يعني معملش حاجة فالقصة كلها انه هو واضح انه هو معاند واقف عند حاجات معانة وبيصدم البنت والبنت كلما كانت بتتنازل اكتر كلما كانت بتثبت له ان انا ضعيفة وان انا مليش حيلة وان انا مش قادر اعمل ففيه ناس لما بيلاقونا سكتين كده وبنعدي بعض الاخطاء او بعض الحاجات النواقص اللي عندهم يدوس يتمادر يفتكروا ان احنا ايه نحتاجينهم بدليل ان هو بتدى يقول لها ايه ما تحمد ربنا ايه يعني ما فيش ما تحمد ربنا ان انت ما بتنضربيش طب هو ازاي عندهم مشاكل دي وبيبص على ستات ده شخصية ده انسان غير سوي نفسيا يا سالي طيب بيعمل اسقاط من عيوبه اللي موجود عنده على الشخصية اللي عايشة معها يعني الناس دي لما نعمل لها حاجة كويسة بيضايقونا نفسيا بدلا ما يشيرونا فرصهم اه هو كده لانه بيعمل اسقاط ومش شايف منها حاجة كويس على فكرة هو مش شايف منها ان هي استحملته فترة بدون اي شي الناس دي لهم شايفين نفسهم ضحية في المجتمع وعلى فكرة في حاجة تفتكر في بداية القصة البنت كان طلبتها في الجواز كانت بسيطة جد وفقت ان هي تقعد في بيت العائلة عائلة وقطين وقطين وفترة الخطوبة خمسة كيلو فرطوان جاب مجاب لهاش اي هدي يعني البنت ما كانش لها طلبات البنت ما كانش لهم اي شي واضح ان الناس دي عائلة يعني ناس كويسة وقالت لك ان احنا ايه من تردونا دي نهو يعني اه فزوجهم ايه ففيه ناس بيفتكروا ان احنا لما بنتنازل او يعني بنمشي الدنيا ان احنا مثلا مش لقين غيرهم اه او مثلا ان احنا ضعاف او ان احنا محتاجين ماه ده غلط ما ده اللي بيوصل للناس ان هي تاخد علينا او ساعد بيبع عندهم عقد نقص يا دكتور بيطلعوها علينا ما هو عندي يلاقيك جدعي يلاقيك كويسة معاي يلاقيك بتعمليله فييجي يقولك لا طب والله العظم اللي وريها انا هاعمل ايه يعني ايه بتفتكر نفسها كويسة انا ادوس عليه ادوس عليها وفي نفس الوقت اعمل اسقاط وابدأ اتهمها كمان ده ممكن يتهمها كمان يقولها ايه انت سبب في المشكلة اللي عندي انت مثلا اللي مش بتعرفي انت بتوطريني اه مثلا بتوطرين فيبدأ ايه ايه انا بيت السبب كم بتقول المشكلة دي تقولك تعصب يقولك انت بتوطريني اصبي يقولك انا لسه مش بتعود اصبي يقولك لانا لسه دي حياة جديدة انت بفروط تسعديني في بقى حجة تاني يقولك بفروط تعلميني لا اوه مفروض الراجل لو مش متعلم منها يعني انت فاهم لو فيه طب انت جايلي لو الراجل مش قادر يشيل المسؤولية هو بيتجاوز ليه اطبع وبيضل ومسؤولية حاجة زي دي مهمة جدا يعني مثلا دي اساس علاقة زوجية بنت زي دي يا سالي مثلا لما تيجي المشكلة هو طبعا المشكلة واضح انها وصلة لاخر درجاتها ليه بقى بقى لها خمس شهور من شهر خمسة ده ما عدت خمس شهور كمان في بيت اهلها ما صرفش عليها جنيه وهي حامل وبتاخد ادوية وبتتعالج وما صرفش عليها حاجة عدت اكتر يا دكتور مثلا عدت بتاعت 8 شهور دي 8 شهور وما سألش عليها ولما مثلا راحت ترفع قضية وتطلب حقها بالقانون طلبها في بيت الطاعة عشان يبطلها اللي هي بتعمله تخيل فالقصة كلها ان هي دخلت ايه بقى ند بند هو شايف ان هي ما تطلبش شايف ان هي ممكن تقعد سنة في بيت اهلها ان هي ما لاش حقوق طيب باج افكر في القصة دي البنت دي لما تيجي تطلق وبقى معاها طفلة او طفلة وتفضل موجودة كده في حياتها تربي الطفلة دي خلاص ملاش لازم هي البنت استفادت يعني هي استفادت ايه انا عايشة ليه اه يعني عشان ربي الطفلة اللي انا جبتها بمساعدة الدكتورة وحيالله حاولنا بالعافية هي دي عيشة عيشة صعبة فالستة هي اللي بتخسر في موضوع الطلاق طبعا هتقعد تربي بنتها وهتبدأ تدهر مثلا على شغل عشان تصرف على بنتها واضح ان راجل زي ده هو ممكن ما يصرفش او حتى كمان لو صرف هيصرف مصاريف ممكن تكون ضئيلة ما تكفيش اي حاجة في الدنيا طب انت ليه من الاول طالما انت مش قادر تتحمل مسئولية بيت وزوجة واطفال بتتجوز يعني هو الموضوع مش قصة ايه انا دايما بقول ايه الناس قبل ما بتفكر تتجوز يا سالي لازم اعرف ان الجواز ده هو مسئولية طبعا هو مش قصة اننا يا جماعة قدام الناس انا بقى عندي بيتة هو بس انا حاس ان هو عنده واعرف المسئولية طالما هو قالا تعالي نروح لدكتورة نسا وولادة وكده هو عرف منين الكلام هو مش عارف قصة المسئولية هو شكل وحش بقى قدام الناس بقى شكل وحش بس يعني موك يكون متعلم شوية طالما هو معاه خريج معاه نروح لدكتور القصة كلها في إيه؟ هو دلوقتي مش قادر يوصل للحاجة دي طيب الناس كلها دلوقتي بتهجموا هو بلد أرياف على فكرة يا سالي وبيت عيلة فالناس كلها دلوقتي بتكلموا وأنتم متأخرين ليه؟ وعلى فكرة في حاجة ما هو البنت بتالت تتكلم مع أهله إن في مشكلة قالت لما الدنيا قفلت معها قالت إن في مشكلة وإن ما فيش علاقة زوجية بنا كاملة وإن إحنا ما وصلناش للمرحلة دي فابتدت يتجهوا بيها لحتة الدكتورة علشان قطر يليمه الدنيا عشان بس إنه بقى فاهمين البنت لما قعدت ست سبعة شهور من غير الشيء ده يعني الأهل على علم بالكلام ده؟ الأهل على علم بكل تفصيلة من ليلة الدخلة أهله؟ مش أهله اللي يجبوله الشيخ عشان لما قال إنه هو مربوط إيه خي لا ما توقعتش لأ أهله عارفين كل ده حتى هي بتقول أنا أهلي وأهله لأ أهله هي قعدة في بيت عيلة وأهله عارفين إنه هو لما جيب في تاني يوم زواج ما عملش شيء يعني ممكن يكونوا هم اللي شهروا عليه بالمشورة دي عشان ما يبقى شكلهم وحش عشان ما يبقى شكلهم وحش وعلى آل يحصل زي قصة إيه حمل ويبقى قدام الناس خلاص طالما مراته حامل خلاص يبقى هو راجل برفك لا حوله لا قواته إلا بالله ماشي بس البنت ظلمت نفسها إنها ما دخلتش أهلها في الصورة من الأول في مشكلة زي دي لا بس تلعب عليها لعبة كبيرة قوي يا دكتور اسمحلي هقولك حاجة يا سالي أي بنت بتبقى متجوزة يا سالي عايزة تعيش أيوة ما بتتوقعش كل ده يا دكتور بعدين أنا لو قلت أبوي هيقول عليا إيه أمي هتقول عليا إيه لأ خليني بقى أمشي بأن أنا إيه زي ما المجتمع بيقول مشاكل البيت جوه هي مش متوقعة إن اللعبة فيها أفراد كتير قوي اللعبة فوق طاقتها أهله عارفينه لما سألوه وهو قالك جابوله شيخ عشان يقرأ عليه قرآن وحاجات زي دي على أساس إن هو يفكه الكلام ده وهي متدينة وتعليم أزهري أكيد كانت فاكرة إن ده ستر هي فاكرة إن هي بتساعد جزها إن هو يقف على رجله بتستره وإن هي تماشي الدنيا حتى كمان بتقوله يعني ما تقلقش أنا معاك ومسندك وزي الفل بس الشخص التاني إمتى بقى نعمل كده يعني إيه المشاكل اللي أنا أعمل فيها أنا معاك ومسندك وكده وإم تقول لا أنا لا معاك ولا مسندك ولا دي حياة يقبل بيها بني آدم لما يكون الشخص اللي موجود معايا هو معترف بالمشكلة اللي عنده وماشي في خطوات علاك أقوله أنا معاك أسنده وقف معاه هتروح معايا للدكتور أسنده وقف معاه وحاولنا أنا أكون داعمة ليه ولكن لما يكون شخص مش معترف بالمشكلة أصلا ما تحمدي ربنا ومش عايز يروح لدكاترة وبيعمل عليها إسقاط بحاجات كتير جدا يبقى معناها أن الشخص ده هو مش معترف بحاجة أو بيروح لدكاترة عشان يرضيني ما سيعمل حركتين وما يسمعش كلام أنا بتكلم على دكاترة الزكورة أيوة هو ما راحش هو ما راحش لحد بدليل أن بس هو راحه لدكتور نيسا وقارت له يعمله إيه لأ دكتور نيسا عشان موضوع الغشاء والحياس بس وخلاص وانتاني على أكيد لكن هو ما راحش لكن هو ما كانش عايز حل الحياة زوجية صحية سليمة بدليل أن هو بعد 7-8 شهور بيقولها وانت لايما جانب البسعة بها سودة طب بيقولها كده ليه المفروض أن الرجالة أصلا بيقوا مبسوطين لما تبقى الست مهتمة بنفسها طبعا وعايزة تعمل البيت كده في الحياة خاصة الرجل بيبقى فرحان ده رجالة بتطلب ده انت بترفض ده يبقى أنت مساوي تكمل ولا ترفض لا هو لو الموضوع مش بالطريقة دي هي مش طرف تكمل يعني إيه هي دلوقتي انا عمرنا ما قلنا لحد يطلق بس هي بقى لها 8 شهور انه البناء دم طاقة وانت حور بس في حاجة كمان أنا عايزة أضفها بس عايزة أتكلمها الشخص ده فيه يعني صفة مش كويسة جدا ايه بقى نهو أتكلم عن أسرار في غرفة النوم وإحنا ممكن نرجع مع بعض كويسين بعد ما يطلع أسرار قدود نومي لا أو يتكلم عني قدام الناس مفيش ثقة مفيش ثقة لأ لا تؤتمن وسري انت فتشت سري فأنا ازاي اديك سري ازاي كامل معاك تاني من آيات المنافق اذا خصم فجر ده فجور ده فجور ان هو يتكلم عن أسرار غرفة النوم قدام إخواته الشباب أو إخواته الرجالة أو قدام أهله ويقول لهم فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا لأ معلش انت مش راجل لأ معلش مهما حصل لأ معلش انت بتقول ايه أو يعيب فيها أو يقول لك اصلية عاملة لي توطر اصلية مش عارف ايه لا ما ينفعش حتى لو في غرفة النوم دي فيها ايه ما ينفعش دي قدسية وعلاقة غليزة ربنا وهابها ما بين الرجل والمرأة ما ينفعش ان يطلع منها تفاصيل طيب لو كانت هي اللي قالت لأهلها على المشكلة بتاعته يبا هي في نفس الوضعية بتاعته لا شكرا ليه بقى لان ده عيب هو كان عنده في عيب موجود انا عايزة صلحه ونعيش حياة سليمة انا عايزة اقول لك حاجة العيب اللي هو عنده ده هو عيب يفسد الحياة طبعا من احد الحاجات اللي بتفسده طيب انا لما اسكت على العيب ده يعني مثلا سيه مسلا على سبيل المسال واحدة اتجوزت واحد وعنده مثلا مشكلة مثلا في حاجة لما تلاقيه بيتعالج يا سالي هتلاقي الست بتقوله براحتك بس هي كانت ممكن تشك في نفسها لو هي فعلا مش على دراية وعلم بموضيها دي يا لوح المفضوه بيثقف نفسه ودي ثقافة ويقرأ ويتعلم وممكن يسمع مثلا من حد من عيلته لو عايز يعرف معلومة وبما يرضي الله مش هيتجاوز مش هامل حاجة حرام مش هبقى عنده فضول ان هو يتخطى ده بس يبقى مثقف في الموضوع ده عشان يعرفه بيثقف الطرف الآخر ويبثق نفسه وفي حاجة كمان هي بقى دلوقتي مش ممكن تشك في نفسها تقول انا ده العيب في انا اللي بموحش يقول لا يا ريتك كنت حلوة زيهم وانت عارف ان دي تكسر اي ست طبعا وهو وفي نفس الوقت هو مش بيديها حقوها وغير كده كمان انت كراجل يعني لما بتكون تسوي في الشيء ده انت بتبقى بتستمتع بالنعمة او بالرغبة اللي ربنا مدهلك في الحياة حياتك النفسية بتبقى سليمة حياتك الجسدية سليمة حياتك الزوجية يا سيدي سليمة وحتى كمان يعني ايه عايز اقولك حاجة انت كمان يعني عندك مشكلة خطيرة انت ما بتعملش شيء وفي نفس الوقت بتقول لها ايه بتعايرها وبتقول لها انا عايزك تبقى زي الستات اللي موجودين دول طيب انت فين كزوج في حياتك ولو هي كتردت عليه وقارت له يعني بص على جوه وبعد كده بص على بارة كان ام ضربه مش هيقبل ده كان ام ضربه وهيبدأ يهاجمها وهيبدأ ييجي عليها وهيبدأ ينس عليها كان دمرها نفسين هو دمرها نفسين وفي نفس الوقت بس يا والموضوع فيه تطورات زادت كثير جدا بس فيه حتة فيه حتة الثقة والامان بينهم في الحياة زوجية ما بقتش موجود او بمعنى تاني انا عايز اقولك بس حاجة يعني هو لو ما تعالكش لو ما تعالكش الحياة مش هتكمل هتكمل على اساس ايه الاساس اللي هتكمل عليه هو لو شخص لو ما تعالكش نسات رادين عايشين يا خواب لا انا ما هو ماشي وينفع زوجين يعيشوا كده يعني من غير موضوع العلاقة الزوجية ان احنا عايدين مع بعض وكلامنا حلو بنخرج نشرب كافي وبنرجع او قاعدين في اللغة مع بعض كفاية لا مش كفاية هيبقى فيه احتياجات وهيبقى فيه فقط وخصوصا لما بيكون الزوج والزوجة صغيرين في السن يا سالي ما هو دي رغبة من الرغبات اللي ربنا خلقها في الانسان وفي نفس الوقت يعني انا بقول لها ايه بقى ترجح في حالة واحدة بس ايه هي الحالة دي لو هو ابتدى يمشي في خطوات العلاج ويروح لدكتور عشان يتعالج ويبقى راجل كامل وينك يعني بقى يخرج من حتة ايه الانكار الدنايل اللي هو بيعمله ده ان انا مش لا انا ما لا روح يتعالج عشان تستمتع بحياتك وهيكون افادة ليك في الاول الشخص ده لو ما تعالجش يبقى هو اذا شخص غير معترف بالمشكلة او معترف بالغلط يبقى هي هترجع تاني وهيحصل مشكلة ما بينهم هتسيب البتان ويرجع تاني بعد ما هو شخص لا يؤتمن وتكلم علي قدام اهله وكلام مش حقيقي وشوه صورتي وطلع اصرار قضة النور شخصيتها ممكن تعدي ده على فكرة طب لو شخصية اقوى تعدي هي معتمد على حتة ان اهله بيحبوها يعني اهله بيحبوها كذلك بس بدأوا ينفروا مني بسبب كلامه لا مش قصة ينفروا مني بصوا اهلها كانوا ماشين معها لم يبدأ انا فهم كانوا بيعاملوا معها ايه استحملي وهو هيتغير وهو هيبقى كويس وانت بنتنا وانت معانا والبنت كانت كذبة اهله واخواته وكانوا بيحبوها وبيقولوا عليها كلام حلو هو لما لقى ان هم شايفينها حلوة وانه هو تزنق في حتة انه هو اللي مش حلو فابتدى يشوي صورتها قدامهم ويقول لهم بقى تعالوا ده هي بتعمل وبتعمل وفي قط انهم بقى فيه واحد اتنين تلاتة انتو مش عارفين حاجة انتو مش عارفين حاجة فالقصة كلها انه هو كان متعمد يأذيها نفسيا هي ممكن ترجع عادي ممكن تتقبل حتة دي وترجع بس انا بقول لها حتة انه هو لو ما تعالكش اترجعي تاني تزعلي واترجعي تاني يبقى فيه مشكلة طبعا لو هو اتعالج وحط رجله وانا بقول له والله انا بوجه له رسالة بقول له ايه اتعالج يا ابن الله يحرم عليك والله والله العظم يحرم عليك والله والله استمتق بالحاجات اللي ربنا مدهلك في الدنيا ليه تبقى على نفسك حاجات بسيطة كلها لو تبقى مع الدكتور هتلاقي نفسك زي الفل والدنيا جميلة وتقف على رجلك وحتى كمان حتى جمان زوجتك هتتقبلك حتى لو ما كنتش بصورة كاملة بس هتبقى عارفة ان انت بتعمل اللي عليك مش احنا ممكن على فكرة عايز اقول لك حاجة ساي احنا كلنا مش كاملين وكلنا عندنا عيوب وعندنا لا ان انت يبقى نقصك حاجة من الاساسيات وتعترف بيها وانا شيرك فقراسي ونحاول نحلها غير ان انت تنكر اه غير ان انت تنكر وتعمل فيها مش عارف ايه وفي الاخر تجيب اللوم علي او تتكلم على اهلي او تطلع اسرار قدة نومها دي ايه اللي تقدم حتة الانكار هو لو ابتدى يعترف والله المشكلة دي هتحل وممكن البنت دي تتحمل وترضى باقل التفاصيل زي ما رديت في الجواز باقل التفاصيل ورديت في العيشة باقل التفاصيل وانا اراهن اكيد هتطلب ان هي تتواصل معك اسمائي تحت امرها بس دي اخر حاجة هتطلع لا تحت امرها والله انا تحت امر اسمائي والله وحنا تحت امرك يا دكتور تانك وتحت امر جمهور برنامج قصة حياة كله على راسي وبدأنا سوا وهنكمل سوا وربنا يجعله في مزال حسناتنا نكملين ان شاء الله مرسي يا دكتور يعني ربنا يخليك ويسعيدك ونورطين ربنا يكريمك مرسي يا دكتور ربنا يكريمك مرسي يا دكتور مستنيك يا اسمائي ونتكلم بعد الفاصل مستنيك بعد الفاصل مبسوطة بالحلقة جدا مبسوطة ان فيها توعية كبيرة جدا مبسوطة ان احنا نبتدي نكسر الحاجز ده عشان يكون عندنا نسب اقل في الطلاق والفراء ويكون عندنا فهم وفكر استنونا بعد الفاصل انك تفوق متأخر وتاخد خطوة كان مفروض تاخدها من زمان احسن مليون مرة من انك تعيش طول عمرك محلك سر وانت واقف في المكان الغلط وده اللي حصل في حكايتك يا اسماء صبرتي واستحملتي عملتي حاجات صعبة جدا اي حد يعملها ويستحملها عشان ايه عشان انتي كنت جدعة بس ادعاء اذا الموضوع ما حلوش انت داريتي على حاجات كتير اوي صعبة ومحرجة جدا ما كانش يفع تحصل اصلا ما كانش يفع تقبلي بيها فكري يعني لما بتعمل معروف في حد عنده اخلاق وشهمه وجدع واصل ومعدنه طيب بيحفظه لك وبيحاول طول الوقت ان هو يرد لك الجميل لكن لما بتعمل المعروف في ناس مش كده بيرده لك ايه اسوأ قلة اصل غيرة وده اللي حصل من جوزك بالاسف كان لازم يا اسماء بعد الكل اللي اتحملتي ده وقلت له نهقف جنبك وهساعدك ولقتيه مش مقدر جدعانتك والتضحية اللي عملتيها بيحاول يتصرف تصرفات مش كويسة عايز يطفشك ويخليك تطلبي الطلاق وكان لازم تفوقي تعرفي ان مش ده الشخص اللي يستهلك مش لازم يستهل جدعانتك مش بس كده اعنا من وجهة نظري انه فكرة انت تسطوري عليه والكتمان في حاجة زي دي حاجة زي اللي حكتيها وظهرت من اول يوم جواز كانت فكرة خلينا اقولك مش حكيمة من اصل وعلى الاقل كان المفروض تحكي لأهلك بينك وبينهم يا ستي طلبي المشورة يا ستي اسأليهم انت لست صغيرة وما عنديكش خبرة في الحياة كلازم حد اكبر منك يفكر معاك كانت هتفرق معاكي قوي صحيح ان اول نصيحة احنا بنتعلمها في الجواز انه مشاكل البيت بتكبر لما بتتحكي وتطلع بقر والصح ان هي تفضل بين الزوج وزوج بس ده ايه لما تكون مشاكل عاديا واخناقات اختلاف طباع وانتكلم على فلوس امور عادية بتحصل في كل بيت مش حاجة محورية زي دي والجواز ليه سكينة واماودة ورحمة شفتي حاجة يا بنتي من دي ده غير ان حسن ما حكيتي ده مش حاجة ظهرت فجأة واضح ان المشكلة قديمة عنده كمل الضمير انه يحاول يحلها قبل ما يفكر يتجوز انت ما عندكش ضمير احنا هنا في البرنامج مش بنشجع على الانفصال ولا عمري هقولها لانه ده قرار يخص صاحب المشكلة ماينفعش تكون انا تكون طرف فيه واخد زنب ماينفعش حط نفسي مكانك ماينفعش انصحك نصيحة ماينفعش بكرا عندك ايه ظروفك ايه اصلك ايه بيتك عمل ازاي الجواز ملوش كتالوج واللي يناسب حد ممكن يكون ماينسبش حد تاني سمعتي معانا كلم دكتور هاني وسمعتي كلامي دلوقتي وعايز اقولك على حاجة للمشكلة وللأسف ان انا سمعت القصة دي قبل كده وسمعتها من ممكن يكون حد من الطلبة عندي والله العظيم ان هو عشان مش قادر يعمل كده خالى دكتورة تعمل اللي هو مقدرش يعمله ودي كارثة اوعي تقبالي بده مهما حصل مش اقولي غير كده الجواز سكينة وموادة ورحمة مش قادرين تتجاوزوا ما تتجاوزوش بنات الناس مش لعبة حرام عليكم إلا ما ترضوش على اخواتك ما تعملوش في بنات الناس وانتي مش جدعانة منك انت تقفي معا في حاجة زي دي انا قسف وانا كنت بتجاوزك ليه واستنى منك رسالة جديدة مش هتقولي لي عملت ايه عايز اسمع وعايز احكي للناس عملت ايه والحمد لله يا رب ومبسوطا الحلقة دي تواعي ناس كتير وتبقى فمزان حسناتنا والناس تفهم ما تقبليش بقى ايه حاجة ما تخفيش من كلام الناس هيعملولك ايه اللي بيأكلنا ويبسطنا دول اللي يفرقوا معانا ومحاج بيعمل معانا كده غير اهل بيتنا هستناكم في حلقة جديدة قصة تانية وأبطال تانين في قصة حقيقية باي باي اشتركوا في القناة